يحتفل الأردنيون باليوبيل الفضي لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش حيث تتزين شوارع العاصمة عمان بأعلام الأردن واليوبيل الفضي هذا وأطلق الملك عبد الله الثاني برنامج التحديث الشامل للمقاوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بمصاراته السياسية والاقتصادية والإدارية تزمنا مع ذكرى اليوبيل الفضي لجلوسه على العرش وأكد رئيس الوزراء الأردني بشير خاصونة أن الأردن مستمر في مسيرة البناء والتنمية بقيادة الملك عبد الله الثاني لفتن إلى أن أول محطة في الاستحقاق السياسي للشعب الأردني المتمثلة بالأمر الملكي هو إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر القادم